على وقع المستجدات الحاصلة في سقطرة ثم في أبيان تم تأجيل التوقيع النهائي على اتفاق الرياض إلى أجل لم يسمى أكد ذلك مصدر حكوميا لموقع المصدر أونلاين بالقول إن تأجيل التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض مرتبط بالأحداث الأخيرة في سقطرة وأبيان دون الإشارة إلى موعد بديلا للتوقيع على نفس الصعيد قال وزير الإعلام إن سبب التأجيل ترتيبات بروتوكولية ورغبة سعودية للقاء مختلف المكونات والشخصيات الجنوبية بالنظر إلى تسلسل الأحداث فبينما كان الحديث يجري عن اللمسات الأخيرة للتوقيع النهائي فوجئ الجميع الأربعاء الماضي بخروج مجامع مسلحة مدعومة من الإمارات تقطع الشارع الرئيسي في حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرة وتعلن اعتصاما مفتوحا عقب لقاءات موسعة نظمتها شخصيات تحمل الجنسية الإماراتية هذا التصعيد اعتبره مراقبون تحرشا إماراتيا باتفاق الرياض كونه امتدادا لفعاليات مناهضة رعتها سلطة أبوظبي رسميا تزامنت هذه التحركات مع إعلان الإمارات رسميا إنسحابها من عدن لتحل مكانها قوات سعودية تنفيذا لمطلب الرئيس هادي كشرطا لتوقيع اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على نفس الصعيد شهدت محافظة أبيا وتحديدا في أحور تحركا عسكريا لكتائب من الجيش الوطني تقول الحكومة إنه يأتي في إطار إعادة الانتشار ولتغطية فراغ حدث نتيجة انسحاب مفاجئ لقوات تتبع الانتقالي المدعوم إماراتيا وفق تصريحات عسكرية بطبيعة الحال فإن المشهد يبدو ذاهبا للتأزيم جنوبا بالنظر إلى تضرر الطرف المدعوم من الإمارات من انسحابها عسكريا بينما تريد الشرعية التأكد فعلا من رفع أبوظب يدها تماما وهو ما لم يتم حتى الآن في ظل استمرارها بمهمة إنشاء ورعاة قوة عسكريا خارج إطار الشرعية في ساحل الغربي تحت قيادة طارق صالح وحليفها أبو العباس المدرجي في قوائم الإرهاب